السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه أجمعين إن شاء الله تبعوا ماية مقادير وطريقات تحضير إن شاء الله أشغل نقول لكم نخليه مفاجأة لمن نحرق المراحل عندي هنا جوج بيضات عندي لهم مفاد لخلاط الكهربائي جوج بيضات على درجة الحرارة للمطبخ جوج بيضات متوسطين متوسطين الحجم نزيد عليهم هو في الحقيقة كاس دي السكار ولكيننا كما نقول لكم دائما دارت نص كاس دي السكار اللي بغى يزيد الحلاوة يزيد الحلاوة على خاطره وعندي هنا كاس دي الحليب عامر هنا ثاني عندي كاس لاروب دي الزيت واحد الفانيلا جوج بيضات نص كاس دي السكار كاس دي الزيت لاروب كاس دي الحليب واحد الصشية دي الفانيلا والكاكاو الكاكاو المر ملعقة كبيرة تجربة المكونات خلطتم في الخلط مكونات اللي شفتم وما هادو دابا غادي ندير مكونات اللي باقين غادي واحد القبيسة جل ملحة ضرورية صافي دابا غادي نبدأ هكاس يلطحي هكاس اللولاني يلطحي اللوز عندي هنا تلصاد معلق دي اللوز تقربة نصف كاس اللوز مطحون بالقشرة ديالو وكل شي اهلا عاوت لكم غاتو ما غاديش تيقو مهم هذي ركتشي روح 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 هنا 16 جرام ديال باكين فودر حميرة ديال حلويات هنا كنزيد اللوز شيئاً فشيئاً هنغل زيت اللوز كامل بحث باح мож مانات وزيد ديالوتحين وزيد اللوز نحن نضغطها نضغطها الخميرة و أضغطها نضغطها المول بالزبدة و نضغطها نضغطها بالكوكو يعني جوز الهند الكوك احنا هنا نقوله الكوك وخبطت بهذا راشتي هذا الكوك راك يطلع مهم انا اشعلت الفرن مسبقا اضحت فيه الكيك ديالي ومن بعد نقصت ليه الكيك ديالي وهذا تلبس بالكوك كي يجيل ديد احنا كيك كيك جات مجموعة وزوينا احنا كيك 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 شطلية احنا كيك 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 كرسين هذا مشكلة هذا ممتاز لا يستجيل المنطقة ساعدة كذل الحليب ملعقة صغيرة معلومة ملعقة الكاكاو ملعقة الكريمة وملعقة صغيرة الكاكاو ملعقة صغيرة كريم أضع الشكر سوف نضيف شوكولات أضحت شوكولات سوف نضيف شوكولات سوف نضيف الشوكولات اضع الزبدة اضع الزبدة اضع الزبدة اضع الزبدة بريون و تجمع كريمة تجمعها فوق الحلوة تقسيها تجمعها بحلها سهلة مهلة اضع الزبدة و بنينة و اضع الزبدة و اضع الزبدة كريمة لنقوم بها كاملة و اضع الزبدة حلوة حتى نقول لكم اروع ما يكون لا اعرف هكذا اللوز و اللوف اضع الزبدة مهمة لدي شوكولة ونصب الكريمة كلها فوق الحلوة دينا كاملة سوف أعطي للمعان زوين ومن بعد نزوقها نزوقها بهذا طونيك يعني بسطة بشوكولة بمولة بسطة بشوكولة نزوقها بطريقة لعجباتكم مهم هذا يعطي للمعان بمولة 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 طويلة سوف نزوقها فقاخة كيكا رائعة 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 فوق الوصف كيكا بجر بيضات كيف يجب أن نضعها في تلاجة كي تلتسق كيكا هي هذه كيكا صحية كيكا وغير كيف يجب أن نضعها في تلاجة كيف يجب أن نضعها في تلاجة كيف يجب أن نضعها في تلاجة سهل بسلسة رائعة تهية زوينة المهم إلى فيديو قادم إن شاء الله بحول القوة والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير على المشاهدة وعلى المشاركة نتمنى الله تعالى يجعلها في المزن الحسنة دي لكم إن شاء الله كما كان نقول لكم دائماً أنا اللي ما دخلتش عنده ودخل عندي راح ضروري ومؤكد أنني يدخل عنده كنرد الجميل كما هو